بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لأخ الرئيس الموضوع عن الخطاب الأميري بلا شك موضوع ذو شجون وموضوع يفتح آفاق كبيرة للحوار والكلام والنقاط اللي ممكن الواحد يتكلم فيها نقاط كثيرة ومتنوعة ولكن بما يتيسر من الوقت وحسب الأهمية اللي أنا أشوفها إن شاء الله الله يوفقنا لطرح مجموعة من المواضيع لعله يكون فيها فائدة إن شاء الله للجميع وخاصة الشعب الكويتي اللي ينتظر منه الكثير خاصة في هذه المرحلة ومثل ما قالوا بعض الأخوان الأخ الرئيس احنا الخطاب الأميري اللي ملزمين في الرد عليه هو الخطاب اللي تلاه الشيخ أحمد النواف على هذه المنصة مع بداية دون العقاد الثاني واللي كان يمثل توجهاد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمة الله عليه على الرغم من وجود نطق سامي وخطاب آخر وقد لا يتفق الخطابين في مضامينهم وتوجهاتهم وكل الخطابين مقدر وكل الخطابين عليه استحقاق في الرد والتوضيح وكذلك اعتباره يعني مرحلة من مراحل طريقة التعاون بين المجلس والحكومة بما يحقق المصلحة العامة وإن شاء الله يسعني القدرة بأن نوضح من خلال الخطاب اللي تلي بعض الردود على ما جاء في النطق السامي أيضا المقدر خاصة ما يتعلق بموضوع التعاون وموضوع الأولويات وموضوع تصدي مجلس الأمة لكثير من القضايا اللي هو هذه مهمتنا الأساسية أولا الأخ الرئيس فيما يتعلق بمبناء التعاون وهذا الكلام قلناه أكثر من مناسبة يعني مجلس الأمة وبشهادة الجميع وبشهادة حضرتك الأخ الرئيس ورئيس الوزراء وكما جاء في الخطاب الأميري لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي على مدى ستين سنة أن تلتقي إرادة المجلس مع إرادة الحكومة مع توجهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتمهيد الأرضية لفرض أهد جديد مقومات واعدة وآمالة تتناسب مع حجم التحديات الموجودة وكذلك الأهم من ذلك خلق صف كويتي واحد بكل توجهاته للتصدي لما هو قادم حجم التحديات الأخ الرئيس والشعب الكويتي الكريم كبير جدا وخطير جدا وهناك استحقاقات إذا لم نوفق لا سمح الله بالتحضير لها والاستعداد لها ووضع الآليات المناسبة لألمضي فيها راح تكون كلفتها عالية جدا وهذه الكلفة ما أتكلم أنا عن كلفة مالية ولا أتكلم عن مردود أو عائد محدد ولكن أتكلم عن كلفة سياسية وأتكلم عن موضوع الاستدامة لبلد عرف تاريخيا ببلد الرفاه وبلد الاستقرار وبلد الديمقراطية وبلد الحريات وبلد كان الهم الأساسي منذ الاستقلال هو الاهتمام بالمورد البشري هذه التحديات كلها تتجدد الآن وبصورة أكبر وبصورة أخضر الأخ رئيس لما يجتمع الشعب الكويتي على كلمة واحدة وكلمة سواء ويضربون فيها بعرض الحائط كل المحاولات اليائسة التي استمرت ستين سنة لتفريق الشعب الكويتي وجعل في مواجهة بعضها البعض من خلال التحريض ومن خلال التعبئة ومن خلال التحيز سواء كان في البعد الطائفي أو القبلي أو المناطقي أو محاولة تقسيم الفئات الاجتماعية الكويتية ومحاولة تفتيت هذا النسيج مع الأسف الشديد يعني هذه كانت أحد السياسات القذرة التي استخدمها أصحاب النفوذ ومع الأسف شاركتهم بعض الحكومات السابقة في دق أسفين الفتنة بين الكويتيين واستمر لحد ما وضعنا أمام كارثة حقيقية باتت تهدد الوجود الكويتي ككل خلال العشر سنوات الماضية على وجه التحديد لما انتشر كل أشكال الفساد وكل أشكال سوء الإدارة وكل أشكال المحسوبية والنفوذ في مواقع القرار الرئيسية في الدولة وكلنا شفنا النتيجة انبرى الشعب الكويتي وتجاوز على هذه الجراحات وسجل بأحرف من نور عهد جديد عهد قوامه تماسك النسيج الاجتماعي عهد يضع بعين الاعتبار تحديات المستقبل ومخاطر كل هذه الآفات على كل مواطن ومواطنة كويتية أي كان انتماءه المجتمعي وانتماءه العائلة واجتماعه الثقافي والفكري والكل أصبح في قالب واحد أمام برنامج واعد يخدم الكويت والكويتيين وتوج هذا الأمر من خلال ثلاث انتخابات متتالية ما فصل بينهم الا اشهر قليلة ويجددون هذا المعنى وبوتيرة متصاعدة وبوتيرة اقوى الى ان انتج هذا المجلس اللي اصبح قوامه 48 نائب ترفعوا عن اولوياتهم الخاصة ومصالحهم الضيقة ومصالحهم الانتخابية وحتى مصالح قواعدهم الانتخابية ووضع الكويت امام عينهم وجسد ذلك بخريطة تشريعية واعدة هذه الخارطة التشريعية الاخ الرئيس اللي فرضت على الحكومات المتوالية الى ان قبلتها حكومة الشيخ حمد النواف مشكورة ويسجل له هذا التعاون وكان لها ثمرة ومردود على ارض الواقع توجت بمجموعة من التشريعات لا ندعي كمالها ولا ندعي انها كافية ولكن كانت بداية ومداية حسنة هذه التشريعات تضمنت بالدرجة الاولى جملة من الاصلاحات الحقيقية بكثير من مفاصل الدولة هذه التشريعات تضمنت مجموعة من القوانين الواعدة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاصدامة المالية للدولة هل هذه تهمة يتهم فيها المجلس؟ هل هذا قصور في عمل البرلمان وطبيعة تعاونها مع الحكومة لتحقيق ما عجزت عنه الحكومات السابقة اللي دائما تشتكي من نقص الموارد المالية والبارح الأخ الرئيس نقلا عن رويتر الكويت سوف تعاني عجز مقداره 45 مليار دينار خلال السنوات الخمسة القادمة هذه مسؤولية من؟ إذا حكومة عاجزة عن توفير بدائل للدخل الوطني إذا الأجهزة الحكومية هاليوم أجهزة أقل ما يطلق عليها أن أجهزة فارغة من وجود مسؤولين وأصحاب القرار من يتصدى لهذا الدور؟ تصدى له مجلس الأمة مشكوراً هاليوم عندنا أكثر من عشرين اقتراح بقانون وهذا إحنا سجلناه في برنامج استقامة واستدامة وحولناه مشكورين مع أدد كبير من أعضاء مجلس الأمة وباتفاق نيابي كامل تقريباً أن يتحول إلى برنامج حقيقي للكويت ومستقبل الكويت وفي كل ما تحتاجه الدولة من مرافق حيوية والسراتيجية في الاقتصاد في النفط والساقات النفطية والاستثمار والمنطقة الشمالية وغيرها من الأمور والمنطقة الصحية وصناعات الأدوية والسياحة كل ما ذكرته برنامج عمل للحكومة الأخير واللي قبله احنا المجلس كان سباق في هذه الأمور وهو اللي فرض مثل هذه الأجندة ومع هذا يتهم المجلس بالتواطئ وأتخلي عن دوره وين القضايا الشعبية اللي تصدى لها مجلس الأمة باستثناء قضية مستحقة إلى أبعد الحدود وهي قضية أيضاً تشارك في التصدي لها وتحمل مسؤوليتها قيادة سياسية وحكومة ومجلس أمة اللي هو رفع مستوى المعيشة للمواطن الكويتي اللي جميع المؤشرات تقول بأن الكويت تعاني كما تعاني مجتمعات العالم من وتيرة متصاعدة في التضخم وزيادة الأسعار في مقابل أن الكويت الدولة الوحيدة اللي لم تراجع فيها الرواتب والأجور وإن كان هذا أيضاً من صميم على الحكومة سواء في قانون الخدمة المدنية أو قانون التأمينات اللي ينص كل قانون على ضرورة والزام الحكومة بمراجعة الرواتب والأجور خلال سنتين إلى ثلاث سنوات وفقاً لمؤشرات التضخم وزيادة الأسعار فقط حكومتنا اللي كانت عاجزة عن التصدي ولذلك احنا قمنا بدورنا كنواب وتمت هذه الاجتهادات من خلال القوانين والتقارير اللي موجودة في اللجنة المالية ومع ذلك يوم أمس نعم احنا عطينا الحكومة مهلة شهر وقلتها أنا أمس هذه المهلة مو معناته إن هذا السك للحكومة بأن تتخلى عن هذا الموضوع أنا واحد من الناس لما عطيت هذا الحق للحكومة حتى أسأخليها عند مسؤوليتها أساس أقيم عليها الحجة أساس باشر إذا أقر هذا القانون ما في أي مبرر من الحكومة ترجع هذا القانون وبالتالي يفلس منها شعب الكويتي اللي صار ناطر أكثر من 16 سنة اليوم بنشوف فعلاً مزاقية الحكومة هل فعلاً هي جديرة بأن تكون حكومة للشعب الكويتي هل هذه الحكومة بالفعل تستحق أن نتمثل للشعب الكويتي فيما يتعلق بتجسيد وترجمة هموم الناس والتصدي لإحتياجاتها أو لا وبالتالي الحكومة عندها الشهر من الوقت أن تدرس البدائل والاختراحات والحلول اللي قد تكون كفيلة ولعلها تكون أفضل من المقترح النيابي هذا السبب اللي احنا عطينا الحكومة هذه الفرصة للمراجعة وتحمل المسؤولية وأنا أقولها وحالي في ذلك حال 48 ناء في هذا المجلس إذا الحكومة لم تأتي أما بقرار أو تشريعات تكون مثل أو أفضل مما قدم مجلس الأمة يوم خمسة ثلاثة هو الموعد لإقرار هذه التشريعات كأمانة وتعهد واستحقاق في رقابنا جميعا ولذلك نتأمل إن شاء الله أن تكون مثل هذه الأمور واحدة أخي الرئيس نحن نتأمل أن كل ملفات الفساد واللي نحمد الله سبحانه وتعالى أن من سنة عشرين عشرين وبفضل من الله ووعي الشعب الكويتي وكذلك تحمل المجلس مسؤولياته وبالاتفاق مع الحكومة لم نرى فضائح مالية مثل اللي عهدناها في الفترات السابقة لم نسمع عن سرقات بمئات الملايين والملايين لم نسمع عن تجاوزات مالية صارخة مثل ما كان الوضع المستباح في السنوات السابقة وهذا محل تقدير ومحل يعني اطمئنان بأن الأمور بدأت تمشي في طريقها الصحيح بالعكس بدأت الملاحقات القانونية أيضا انتصرت المحاكم لكثير من هذه القضايا ولكن يبقى هناك موضوع أهم من ذلك كله مدى جدية الحكومة في تتبع واسترجاع هذه الأموال المنهوبة وأنا واحد من الناس قدمت أكثر من مقترح وأكثر من آلية تساعد الحكومة في استرجاع أموالها المنهوبة وهي أموال الشعب ونتأمل جدية الحكومة إن شاء الله في المرحلة القادمة في هذا المجال هذا بالنسبة للجانب التشريع من الجانب السياسي الأخ الرئيس قضايا العفو قضايا رد الاعتبار قضايا رجع الجناسي هذه قضايا سيادية وقالوها النواب نعم أنا من الناس اللي كنت أقول ملف العفو ملف مهم جدا واستحقاق ونبي نعطي هذا الفضل وهذه الآلية بيت صاحب السمو الأمير لأنه هو يقدر الموقف وقلنا في سنة 2020 بأن قضية العفو هي حجر أثر كبير أمام حركة المجلس والحكومة للتعاون وإذا أنزح هذا الحجر ممكن أن ننطلق بشكل كبير للمرحلة القادمة وهذا ما تم وهذا ما أثبت فعليت وأثبت أنه فعلا كان كلام سليم لأنه لما تجاوزنا ملف العفو شفنا قضية الإنجاز وشفنا قضية التعاون وشفنا قضية الاستقرار السياسي والاستقرار المجتمعي وبدأنا نتفرغ إلى القضايا التي تهم البلد ومستقبل البلد وتهم المواطن الكويتي نعم البعض لا يعجب هذا الطرح البعض هذا الطرح قد يقلص من نفوذة ومن هيمنتها على القرار وهذا نقول لها روح يشرب من البحر نحن ماشيين في هذا الطريج إن شاء الله وبتعاون الجميع والمخلصين من أبناء الكويت إن شاء الله شكرا لكم